اليوم طبعا العبارات المستخدمة بتستخدم ان الوحي مش كامل حتى انه نرجع يعني نعتمد على الكتاب المقدس شو ردك يعني واحدة من نفحات اللهوت التحروري قالك الوحي مش كامل وما فيش مانع ابدا النهاردة يعلن افكار جديدة لاشخاص اخرين الكتاب المقدس يحتوي على كلمة الله لكن ليس بالضرورة ان يكون كل ما عند الله قاله هنا وده بيقلل من شأن الكتاب المقدس عند من يقبلون هذه النظريات اللي ليس لها ادنى اساس في كلمة الله الله في كتابه بيحذرنا لا تزد على كلماته لألا يوبخك فتجذب في سفر التسنية الكلام الذي انا اكلمكم به لا تزيد عليه ولا تنقص منه في اخر سفر الرؤية ان كان احد يزيد يزيد الله عليه الضربات وان كان احد يحذف يحذف الله نصيبه من سفر الحياة اذا عندنا تأكيد ان كل الكتاب موحبه من الله ويجعل انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح ايه بعد الكمال ما هو يعني اللي بيستخدموه انه طب ما جاء المسيح الكامل والوحي متجسد في شخص المسيح فما في داعي انه حتى نعتمد او نقتبس من الكتاب المقدس لانه كل ما عنا هو في شخص المسيح شو رأيك اه ما بيقولك الوحي ليس شفاهيا ولا كتابيا الوحي هو شخص وفي الحقيقة كلمة حق يراد بها باطل او كلمة مضللة احنا عرفنا المسيح اساسا منين قول لي انا اتولدت في بيئة مسيحية عرفت المسيح منين الم اعرفه من هذا الكتاب فاذا قلت لي لا سيبك من الكتاب والمسيح طب المسيح انا اعرفه منين اي واحد يجو يحكي لي حد توت عن المسيح اصدقها ولا هذا الكتاب المسيح قال لليهود فابتشوا الكتب لانكم تقولون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد لي وشهادة يسوعية روح النبوة وله يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا فالمقولة في ظاهرها حلوة احنا مش عندنا وحي شفاهي ولا وحي كتابي احنا عندنا المسيح عندنا الشخص الكامل وخلاص بننظر لي حلو طب اعرفته منين الشخص الكامل ده بقى خارج الكتاب المقدس دعا ما عنديش الكتاب ما كنتش عرف المسيح يعني الكلمة المكتوبة بتقودنا للكلمة المتجسدة تمام تمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة